بسم الله الرحمن الرحيم و تعالى من الأدران و من الأخطاء و الفواحش و أعظم من ذلك أنه صلى الله عليه و سلم لم يقع في الشرك عليه الصلاة و السلام بل لم يعبد صنما عليه الصلاة و السلام بل أنه لم يأكل ما يقرب به إلى هذه الأصنام و هذه الآلهة فكان النبي صلى الله عليه و سلم معصوما بعصمة ربه جل و علا والنبي صلى الله عليه وسلم كان عزيز نفسه صلى الله عليه وسلم وكانت نفسه عليه الصلاة والسلام أنفة دائما لا ترضى بأن تكون أو أن تدنس أو أن يأتي مثل هذه الأمور التي قد تكون من سفاسف الأمور بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حتى بعض الأمور التي قد تكون من المباحات وهي مثل الشعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر ولم يحفظ الشعر عليه الصلاة والسلام وإن كان الأمر مباحا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو شخصية طيبة مباركة عزيزة عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المواقف التي حدثت له قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أنه شهد حرب الفجار عليه الصلاة والسلام مع أعمامه وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام لم يشارك في المعركة وهي حرب كانت بين قريش وأحلافها وبين هوازن وأحلافها وقيل غيرهم كانوا تحاربوا في هذه الحرب وهي تسمى بحرب الفجار لأنهم وقعت أو سميت بالفجار لأنها وقعت في شهر الله المحرم أو في الأشهر الحرم وكذلك في الحرم كما ذكر أهل السير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شاركت معهم كنت أنبل على أعمامي يعني يعطي أعمامي النبل أو أجمع لهم النبل لكي يرموا به فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك قومه عليه الصلاة والسلام ويعاونهم على أعدائهم وهذه لا شك أنها زرعت في النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على أهله وقومه فكان يشاركهم في صعابهم وفي أفراحهم عليه الصلاة والسلام أيضا من الأمور التي شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارك عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول وهذا الحلف كان سببه أن رجل من زبيد جاء ببضاعة لمكة وهو من أهل اليمن فأخذها العاص بن وائل ولم يعطيه حقه فصاح في أعلى صوته يستنجد بالناس فاجتمع بطون من قريش في دار عبد الله بن جدعان واتفقوا على أنهم لا يجدون مظلوما إلا نصروه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت له في الإسلام لأجبت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه جاء عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق العرب كانت عندهم شيم وكانت عندهم أخلاق حسنة من ذلك أنهم كانوا ينصرون المظلوم وكذلك عندهم من الأخلاق التي انتشرت عندهم إكرام الضيف وأيضا إغاثة الملهوف وغيرها من الأمور وصلة الرحم التي جاء الإسلام ورسخها وأمر الإسلام أن تثبت وأن يفعلها الإنسان ويؤجر عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شارك في هذا الحلف وهو حلف الفضول وقال لو دعيت له في الإسلام لا أجبت فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شارك قبل البعثة في مثل هذه المواقف الطيبة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له من المواقف وهي من أعظم المواقف التي عرفت عنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد أهل مكة أن يبنوا البيت أو يهدموه ثم يبنوه من جديد نكمل هذا الموقف بعد الفاصل ومن المواقف أيها الإخوة التي حدثت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وهي من المواقف العظيمة جدا التي كان لها أعظم الأثر وكان لا شك في أنها رفعة لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما جاء سيل وقد هدم جزءا من الكعبة فأراد أهل مكة أن يبنوا الكعبة فتحرج الناس بأن يعني ينقضوها ويبنوها من جديد فقام الوليد ابن المغيرة المخزومي فقال لهم أتريدون الإصلاح أم الإفساد لأنهم كانوا قريبا رأوا ما حدث لأبرها حينما أراد أن يهدم الكعبة فكانت هذه المهابة وهم يهابونها من قبل كما ذكرنا في قصة الفيل وأبرها فقالوا لا نجرؤ فقال إن أردتم الإصلاح فإن الله لا يهلك المصلحين قاله الوليد ابن المغيرة فذهب الوليد ابن المغيرة وضرب بفأسه لكي يبدأوا بالهدم لكي يبنوها من جديد فقالوا هلموا فلما رأوه لم يصب قالوا ننتظر إلى الغد فلما انتظروا إلى الغد فإذا الوليد ابن المغيرة لم يصبه شيء فوزع بيت الله جل وعلا والكعبة على أهل مكة فكل قوم لهم جزء يبنونه فلما اكتمل البنيان وقبل ذلك قبل أن يكتمل اشترطوا أن لا يدخل في بناء الكعبة مال محرم فكانت العرب كما قال العلماء كانت العرب توقر البيت فكانوا قد اشترطوا أن لا يدخل في بنائها مال محرم لا مهر بغي ولا أكل ربا ولا أكل مظلمة لأحد فهذه أمور قد جعلوها شرطا في بناء الكعبة أيضا لما انتهوا من بنائها وقفوا عند الحجر الأسود وقال كل قوم من أهل مكة نحن الذين نضع الحجر فتشاجروا حتى كادوا أن يقتتلوا وقال أحد حكمائهم وهو أبو أميه والد أم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضي الله عنها قال على رسلكم نحتكم لأول رجل يدخل علينا من باب الحرم فانتظروا فإذا الذي يدخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جاءنا الأمين ووصفوه بالأمانة والحكمة ولا شك أن ذلك كما قال أهل السير كان عمره عليه الصلاة والسلام يعني خمسة وثلاثون سنة قبل البعثة بخمس سنوات ولا شك أن هذا الأمر من التوطئات التي كانت قبل بعثته فاتفقوا على أن يحكموه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا لديهم بالأمانة فقالوا جاء الأمين ورضوا بحكمه فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يوضع رداء ثم يوضع الحجر الأسود في هذا وسط الرداء ويأتي كل أو من كل قوم الرجل يمسك طرف الرداء إلى أن يصلوا به إلى مكانه ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضع الحجر الأسود في مكانه فقبلوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر الأسود في حالة الرحم عليه الصلاة والسلام وبالأمانة وبالصدق وبمحبة الناس له عليه الصلاة والسلام وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته مهيئ لما سيأتي له من نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام معروفا بالفضائل كما ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة أنه أيضا كان معصوما من الرذائل والأمور الدنيئة عليه الصلاة والسلام نقف عند هذا الحد ونلتقي بعون الله عز وجل في مواقف جديدة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم